بين من يدعو إلى التهديئة ومن يدعم خيارات كييف تباين تدوار الدول الأوروبية في لازمة الأوكرانية الروسية في أحد أصعب مراحلها مشهد يتزامن فيه استغراب موسكو من دعاة غزوها المحتمل لأوكرانيا وتشكيك الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسية سحبها جزءا من قواتها على الحدود الأمين العام للناتوين ستولتربيرغ أكد عدم تلقيهم أي توضيح كتابي من الكريملين بشأن خفض التصعيد متهما موسكو بمحاولة خلق وضع أمني جديد بالقوة بهدف تحدي مبدأ السيادة في أوروبا مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحلف يعتزم نشر قوات قتالية وسط وشرق أوروبا سمعنا إشارات من موسكو حول استعدادها لمواصلة الجهود الدبلوماسية لكن حتى الآن لم نرى أي خفض للتصعيد على الأرض على العكس يبدو أن روسيا تستمر في الحشد العسكرية قررنا وضع خيارات إضافية لزيادة قدرتنا بما في ذلك نشر وحدات قتالية في شرق ووسط أوروبا رد موسكو كان سريعا المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اعتبر أن حلف النيتو يعاني من مشكل في تقييم الوضع في غضون ذلك يستمر البيت الأبيض في خطاباته الحادة المحملة بتهديدات فرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا في حال أي خطوة عسكرية في الكفة ذاتها لا تتوانى بريطانيا في ترجيح سيناريو الحرب بل تتحظ كل مزاعم موسكو بأنها أعادت جزءا من جنودها إلى الثكنات وبينما دع مجلس الدوماء الرئيس الروسي للمسادقة على مشروع الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الحدوديتين المتنازع فيهما احتفل الأوكرانيون الأربعاء بيوم الوحدة المعلن من طرف رئيس البلاد كتعبير عن مواجهة التهديدات الروسية المباشرة وغير المباشرة